مرحبا المتشبعين الكرام أهلا بكم في قناتكم الأخبارية المغرب دوتكم لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد إن شاء الله هذه أبرز العنوين وليد الرقراجي يكشف للجماهير المغربية السبب وراء عدم إدخال عبد الرزق حمد الله طيلت 90 دقيقة في المباراة وليد الرقراجي يختار التشكيل الرسمي لمواجهة المنتخب البلجيكي وهذا ما قرره اليوم نجم المنتخب المغربي السابق خالد بطيب يفاجئ وليد الرقراجي ويوجه له رسالة عاجلة بخصوص هجوم المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب البلجيك تغييرات اضطرارية في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي أمام نظره المنتخب البلجيكي رسميا المنتخب المغربي يتلقى ضربة موجعة ويفقد أهم لاعب أساسي في التشكيلة أمام المنتخب البلجيكي وليد الرقراجي يكشف سبب استبعاد عبد الرزاق من الأساسية في المواجهات المنتخب المغربي وإشراكه كبديل في الدقائق الأخيرة طالبت الجماهير السعودية والمغربية بإشراك عبد الرزاق حمد الله أساسيا في المباراية لمنتخب الوطني بالنظر إلى ما يتوفر عليه من مهارات فنية وبدانية عالية وأكدت مشجع المغاربة والسعوديون أن عبد الرزاق حمد الله يستحق أن يكون ضمن التشكيل الأساسية وليس بدينا ليوسف رنصيري وكشفت المصادر أن المشجعون السعوديون اقتنوا التذاكر المباراة الأسود رغبة منهم في متابعة عبد الرزاق حمد الله بقاميس المنتخب المغربي ليغادروا الملعب محبطين بسبب ما اعتبروا أن هناك إحجافا في حق هدف اتحاد سعودي وأكد وليد الرقراجي في النضوة الصحفية التي أعقبت مباراة كرواتيا بأن يوسف نصيري ضغط على لاعبي المنافس وأرغمهم على التراجع وعدم المغامرة إلى الأمام لهذا أشركته كأساسي بدل عبد الرزاق حمد الله وأكد وليد الرقراجي في تصريحه قائلا بأن يوسف نصيري منع بروزوفيتش من الصعود وتمري الكرة بشكل جيد لهذا أن سعيد بالمرضود الذي قدمه أمام كرواتيا وفي رده على السؤال حول تفضيل يوسف نصيري على عبد الرزاق حمد الله أجاب الرقراجي قائلا أن الأول يركض ويتعب منافسيها فيما التاني يجد التعامل مع الكرة داخل منطقة العمليات وتابع الرقراجي تصريحه بالقول أعرف عبد الرزاق حمد الله جيدا إنه لمربع العمليات وبالتالي سيساعدنا في هذا الجانب بكل تأكيد وليد الرقراجي يختار التشكيل الرسمي لمواجهة المنتخب البلجيكي وهذا ما قرره أنهى المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الحصة التدريبية ما قبل الأخيرة يوم الجمعة استعدادا للمباراة الهمة جدا التي سيواجه فيها نظيره البلجيكية المتصدر برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بمنذ القطر 2022 حصة يوم الجمعة تميزت بإجرائها بأبواب مغلقة بملعب تحيلة إذ لم يسمح لوسائل الإعلام سوى تغطية ضعاق معدودة منها بقرار من وليد الرقراجي بعدما خصصها لوضع نهج تكتيكي التي سيخوض به مباراة المنتخب البلجيكي وحسب المعطيات التي توفرت عليها المصادر فقد حدد الناخب الوطني وليد الرقراجي خلال حصة اليوم الجمعة التشكيل الرسمية الذي سيراهن عليها لانتزاع نقاط المباراة الثلاثة حيث من المنتظر أن يجدد تقته في اللاعبين الذين أخذوا مباراة كرواتيا مع إدخال تغييرين أو ثلاث تغييرات على الأكثر هذا وسيجري وليد الرقراجي رفقة أحد اللاعبين المنتخب منتصف يوم السبت ندوى صحفية بحضور ممثلي مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية كما هو معتاد قبل يوم واحد من مباراة الرسمية أمام المنتخب البلجيكي خالد بطيب هجوم المنتخب المغربي تنقصه التنافسية شدد خالد بطيب الدولي المغربي السابق على أن هجوم المنتخب الوطني المغربي غابت عنه التنافسية والأمر اتضح خلال مواجهة الأولى أمام المنتخب الكرواتي في مونديال قطار وقال بطيب في برنامج المونديال على القناة الرياضية خدفان المنتخب الوطني المغربي كان جيدا خلال المواجهة أمام كرواتيا وهذا الأمر يحسب للمدرب وليد ريكراقي لكن مع الأسف يتبين من خلال المباراة أن الخط الأمامي الأسود تنقصه التنافسية لأن مجموعة من اللاعبين الذين يلعبون في هذا المركز لم يخوضوا مباراة قبل المونديال ولكن هذا الأمر سيتحسن مع تولي المواجهات وفي حديثه عن مواجهة الأسود لمنتخب البلجيكي قال أبو طيب المنتخب البلجيكي يمتلك نجوما كبارا كهازارد وديبراين لم يكن في مستواه أمام كندا وهذا المعطى يخدم مصالح المنتخب الوطني المغربية حيث أشار إلى أن المستوى الذي قدمه الأسود أمام كرواتيا سيزيد من الضغط على المنتخب البلجيكي تغييرات اضطرارية في تشكيلة الأسود أمام المنتخب البلجيكي يستعد وليد الرقراجي مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لإجراء بعض تغييرات اضطرارية على التشكيلة التي ستخوض مباراة ثانية للأسود في منذ القطر أمام المنتخب البلجيكي مقارنة بالتشكيلة التي واجهت كرواتيا يوم الأربعة والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف ووفق المصادر المقرب من المنتخب الوطني فإن نصير مزراوي سيغيب عن المباراة المقبلة أمام المنتخب البلجيكي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كرواتيا وينتظر أن يدفع وليد الرقراجي بيحيى عطية الله بدل نصير مزراوي وفي المقابل يترقب الطاقم التغني للأسود نتائج الفحوصات الطبية التي سيجريها أشرف حكيمي للحزم في مشاركته خلال مباراة بلجيكا من عدمها المنتخب الوطني المغربي يتلقى دربة موجهة قبل مواجهة بلجيكا بفقدان أهم لاعب أساسي في تشكيلة الأسود تم تأكيد غياب اللاعب المنتخب المغربي لكورة القدم نصير مزراوي عن مباراة المنتخب في الجولة الثانية من دور مجموعات نهائية كأس العالم قطر 2022 والمقرر يوم الأحد المقبل أمام المنتخب البلجيكي بلما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع علىها اللاعب في المركز عن نوعية إصابتها وكشفت المصادر المقربة أن الظاهر الأيمن لنادي باير ميونخ الألماني مصاب بتورم في عضالة الورك العلوية وهي إصابة تتطلب بعد أيام من الراحة مع تلقي العلاج المناسب قبل القيام بأي مجهود ريادية والأمر الذي يعني أن غياب نصير مزراوي عن مباراة الأحد على ملعب ثمامة أمام المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية من المجموعة الساديسة للنهائية كأس العالم قطر 2022 شكرا على حسن المشاهدة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس ليس لك كل جديد إن شاء الله شكرا على المشاهدة